اهلا بحضراتكم الجديد النهاردة من زخليل اجريت قرعة جدول الدوري الجديد الدوري اللي حيبدأ ان شاء الله 18 سبتمبر الحالي بمشاركة 18 نادي القرعة عملت في ساحة الشعب في العاصمة الادارية الجديدة قرعة دوري النيل موسم 23-24 الموسم المفترض ينتهي زي ما اعلن مسؤول الربطة في 30 يوليو من العام القادم كل فريق مشارك في البطولة دي الجديدة بقى هياخد مليون جنيه والفريق البطل هياخد 5 مليون جنيه الحضور الجماهيري لمباريات الدوري حيكون 10 تلاف مشجع بعد موافقة الجهات الامنية وده تقريبا في الدور الاول على امل انه يزيد للسعة الكاملة في الدور التاني ان شاء الله تعالى تم تخصيص الجوائز جديدة لكل من هداف الدوري جائزة القفاز الزهبي لأفضل حارس مرمى وجائزة افضل صانع العام المواجهات المباشرة هتحسم البطل او الهبوط وفي حال التساوي حيتم اللجوء الى فرق الاهداف في حال التساوي فيها يتم الاهداف بالفرق بين السجل والاستقبل واخيرا تبقى فيه مباراة فاصلة او مباريات اذا كانوا اكتر من فرقتين العقوبات اذا انسحب اي فري من اي مباراة هيعتبر مهزوم وحتى تتوقع عليه عقوبة وخصم ثلاث نقاط طيب لو انسحب من الدور الاول هتلغى نتائجه في الدور ده اذا انسحب في الدور التاني تلغى نتائجه في الدور التاني مع بقاء نتائجه في الدور الاول في حالة انسحبه من المباراة الاخيرة في الدوري هيعتبر مهزوم في هذه المباراة توقيع غرامة مالية تحددها ادارة المسابقات ويتم هبوطه للدرجة الادنى الاهلي الاهلي حامل اللقب اللي عنده تلاتة واربعين لقب في البطولة القاب الدوري منذ بدايته في عام تمانية واربعين الاهلي يحمل تلاتة واربعين لقبا والزمالك اربعتاشر لقبا والاسماعيلي تلات القاب ولكل من الترسانة والاولمبي والمحلة والمقاولون لقب واحد في الدوري الاهلي اكتر من تلات اضعاف اقرب منافسيه وهو نادي الزمالك تلاتة واربعين لاربعتاشر الاهلي حامل اللقب حيستهل مشواره في الدفاع عن اللقب في استاد الجيش في برج العرب امام المصري البور سعيدي بينما المقاولون يبدأ مع بلدية المحلة وطلاع الجيش مع البنك الاهلي والداخلية مع امبي وفاركو مع فيوتشر والانتحاد السكنداري مع سيراميكا كيلوباترا زد مع الاسماعيلي واسموحها مع الجونة وبرامتز مع الزمالك اذا الاهلي يبدأ مع المصري في برج العرب والزمالك يبدأ مع بيرامتز مباريات الاهلي عشان تبقوا في الصورة مبدئين الاهل والزمالك مباراة القمة هتبقى في الاسبوع العاشر بينما يختتم الدور الاول بمباراة الاهلي وفيوتشر يعني الاهلي حيستهل الدوري مع المصري اللي بيقوده علي ماهر ويختتم الدور الاول بفيوتشر اللي كان بيقوده علي ماهر الآهل والزمالكوا تقول لكم هتبقى في الجولة العاشرة بينما يعني الآهل حيبدأ مع المصري وبعد كده مع السيراميكا الجولة التالتة مع الإسماعيلي والرابعة مع الجونا والخمسة مع بلدية المحلة والستة مع المقاولين والسبعة مع السموحة ومع زد في الجولة التامنة ومع الاتحاد السكندري في الجولة التاسعة ثم مع الزمالك في الجولة العاشرة والحداشر مع فاركو والاثناشر مع الداخلية والتلاتاشر مع طلاع الجيش الأهلي وبرمز هيبه في الجولة الاربع تاشر قبل ما يلاعب البنك الاهلي وفي الجولة الستاشر هيلاعب انبي ويختتم الدوري أو الدوري الأول مع فيوتشر إذن المخطات البارزة البداية مع المصري الزمالك في الجولة العاشرة برمز في الجولة الاربع تاشر والإسماعيل في الجولة التالتة وختام الدور الأول مع فيوتشر دي أبرز ملامح جدول الأهلي يا أباش مهندس الدوري وقرعة الدوري أنت تبدأ بما تشينش في منتهى القوة أنا أرى أن السيراميكا كلفت رح تبقى مختلفة جدا الدوري ده والمصري عمل صفقات هائلة النواية من كامل أبو علي ومجلس إدارته المصري جاب مين المصري جاب علي مهر مدرب فجاب محمد الشامي وبهر المحمدي وسامير فكري ويوسف الجهري وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور والاستويل أمانكونة وميدو جابر وفخر الدين بن يوسف وأمادو دي جاليدي دي استخدامات المصري من صفقات قوية لتدعيم صفوفه بعد ما تولى تدريبه علي مهر تعليقي على الصفقات دي محمد الشامي وباهر محمدي صفقتين من الإسماعيلي أفضل اتنين لعيبة كانوا في الإسماعيلي الشامي مهاجم مميز جدا 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 وسريع خسر جرندو وكسب الشامي باير محمدي طبعا بخبراته بلعيب دولي لازم يتعملوا سامير فكري أحد نجوم الموسم الماضي ناضج تماما أحمد عيد لعب وعد أحمد عيمان منصور برضو ناضج ناضج وواعد الاتنين الأجانب أنا معرفهمش ولكن فخر الدين بن يوسف مهاجم قوي جدا 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 مع مروان كان مع إسماعيلي ومع البيراميز مع مروان لا الشامي ومروان وفخره ومش عارف ايه لا المصر يتاخد بجدية جامدة جدا جدا مع التركيز والناس اللي جاية حط قلبها زي الأستاذ كامل أبو علي في هذا الفريق ومدرب مليان مليان حماس ومليان يعني تركيز يعني بيتقال إن المصر يتخذ بالك من النوع هتبدأ طبعا أول مصر المصرين بتوع المصر حيبوا ببرج العرب من دلوقتي اللي بتقول لي هو المصر يعني بيروحش بورس عيد ليه طب المصر ما بيجيش القاهرة ليه المصر ما بيلعبش بورس عيد أي ما أنا فاهم يعني أنا عايز أقول مش عايزين النغمة دي خلونا بقى نهدي موسم معقول هادي شوية لأن خلاص بقيت اللي بنات يعني اتنادغت السكرة راح ارموها بقى ولا يعني هتلزق في شعركوا هتضطروا تحلاقوا الحاجة جديدة مش كويس يعني خلونا نبتدي موسم عاقل الألم برحش الإسماعيل والإسماعيل ما كفاية كفاية وقيعة يعني كفاية وقيعة بقى مش مستحملة والنبي فنتمنى موسم جيد سيراميكا الماتش الجاي طبعا أيمن الرمادي أي برضو حتقول لنا إيه الجداد اللي عنده عنده جاب علاء يحيى وخد الإعارة أحمد قندوسي ويشترى كمان إسلام المزيل طيب كلها صفقات مهمة وإيجابية ومميزة اللي حيعنينا واللي حنتابعه ويهمنا إنه ينجح جدا 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 ها القندوسي القندوسي لأنه ده الغرض من الأعارة الأسبوع التالت إيهاب جلال مع الإسماعيلي والإسماعيلي طبعا لزروف وقف القيد ما تمكنش من تدعيم صفوفه لكن يبقى الإسماعيلي يبقى الإسماعيلي ومعه مدرب بقى يستطيع إنه هو يتغلب على هذه الصعاب و أي العنب تلف لف ما علينا قول لا مش هقول نتمنى من إيهاب يركز مع الإسماعيلي و يعني يستطيع إنه يعوض الغيابات الصعبة ونقص التدعيمات نتمنى من مجلس إدارة إسماعيلي أن يجد الدعم اللي بيلقاه غيره عشان يتغلب على مشاكل هي بالنسبة لإسماعيلي ما يقدرش عليها الوحد نتمنى إن كل الناس تقدر ساعد الإسماعيلي لازم تقف معاه هذا النادي العريق صاحب بصمة مميزة وطعم خاص الرئيس القرعة في العاصمة الإدارية نصر أبو الحسن راجل عائل اتفضل نصر أبو الحسن راجل عائل اي ونتمنى إنه هو يبدأ يلم الشامل وبرضو الجماهير الغضب الكتير ده ما بيعني التصرف الغضب القرعة بقى وأجواء القرعة إنها تتلام في العاصمة الإدارية قبل من وفع عند المصر أو الإسماعيلي عاصمة الإدارية ترجمة شوف كل الأحداث اللي بتروح للعاصمة الإدارية بتقول خلاص المصروع ده موجود بإمكانات مختلفة يعني العاصمة الإدارية قيلة أن المؤسسات الحكومية والإمكانات اللي هتكون موجودة فيه من ناحية الإدارة والفنون والمال والتخطيط يعني عاصمة تخطيط على أعلى مستوى والأحداث اللي بتروح هناك ده خطوة جيدة عشان تفاهم الناس إن الحياة بدأت تدد فيه أرجاء هذا العمل واضحوا كمان الحفل لما تابعناه حفل معمول حاجة أنيقة أنيقة لأن الإمكانات اللي موجودة أنيقة جدا أي وتنجح أي حاجة أي والمفروض كاميرا الأهلي كانت هناك النهاردة في القرعة فضل بشهون فأتمنى إن تكرار يعني أنت لما روحت العالمين عملت المهرجان الناس شافت ما بقى الشريك محتاج تسوق قد ما الناس شافت بعينها وشفنا الإقبال من الساحة العربية على الساحل الشمالي وتحديدا على مين كتعاملة إزاي محتاجين نسوق أنفسنا من خلال استضافة الأحداث ده أحسن شكل من أشيال التسويق تروح للحدث وتعيشوا وتتعامل معهم الناس يشوف فحسنا إن كل الأحداث تبقى معمولة في العاصمة الإدارية عشان الناس يشوف ما تم إنجازها إن أنت تعمل حفلة بهذا الشكل في الوقت اللي الناس بتتكلم على المسابقة المصرية يعني بعرقتها بقيمتها بشعبيتها برضو طيب كانت محتاجة إحنا مشكلتنا إن إحنا دائما ما نعبر عن قدرتنا في التنظيم الجيد التنظيم الجيد للأحداث ولكن أنا نفتقد التنظيم الجيد في إدارة المسابقات في إدارة تطوير الرياضة لأن تأخذنا بعض الأمور الشخصية في إدارة الأحداث كلنا بنبقى خلف الحدث كلنا حتى لو الحدث يخص نادي بتجدوا كل بتعامل معنا يخص مصر فبينجح عايزين نتعامل أيضا في الاستراتيجي في السياسات في إدارة فلسفة الإدارة من كل حاجة احنا بنعملها عايزين نوصل لإيه عايزين إيه القيم اللي نزرحها من خلال هذه الأنشطة وعايزين نتمسك بيها بشكل محترم وجاد اللي يقدر ينظم الحدث يقدر ينظم الاستراتيجي تقول لي يقدر ينظم الدورة الكويس تقول له إيه هقوله برافو عليك لو استطاع أنه حل المشاكل لكل الناس أنها تاخد حقوقها بدون ما حاجة تجور على حاجة ترجمة نانسي قنقر